كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع نفق وكبري السادات والممشى السياحي الجديد بميامي وجه مدبولي في هذا الإطار بسرعة تنفيذ الملاحظات التي اقترحها على المشروع بجودة عالية وبكفاءة حاضرة وذلك لإظهار المشروع في صورة نهائية بمظهر حضاري جذاب وقد بدأ التشغيل التجريبي لكبري السادات والممشى السياحي للجمهور خلال الفترة القليلة الماضية وتم العمل على زيادة المساحة الرملية بالشواطئ المحيطة بالكبري كما تم إنجاز المشروع في وقت قياسي وحقق جدوى كبيرة كما تم تصميم الكبري بحيث يعطي إضافة للهوية البصرية والحضارية لمدينة الأسكندرية